إيران تعتدي على العراق تقصف شمال العراق بالصواريخ والمسيرات وتحشد على الحدود الاجتياح بري لشمال العراق ثم يستقبل هذا السفير من قبل رئيس وزراء العراق ويوجه دعوة له لزيارة طهران بالحقيقة التوجهات الإيرانية الأخيرة من خلال التهديد بالاجتياح البري تحدي صارخ وكبير جدا وضرب عرض الحائط للسيادة العراقية حقيقة هذا موضوع مرفوض جملة وتفصيلا لأنه إذا أعطينا وصف حقيقي لما يحصل في كردستان أو للمجاميع المتواجدة في إقليم كردستان والذي تدعي إيران أنها فصائل معارضة هذا الأمر غير صحيح أبدا هم حقيقة عبارة عن لاجئين إيرانيين في إقليم كردستان موجودين في معسكرات إيواء لهم أو مناطق إيواء لهم غير مسلحين ناس سلميين مدنيين وهم أيضا برعاية الأمم المتحدة وبالتالي هم لا يحملون السلاح وليست لهم أي نشاطات أمنية في المنطقة ولا يمكن لأي جهة منهم أو لأي فرد من هؤلاء الأشخاص أن يحمل السلاح أو يمرر من خلال الحدود إلى داخل إيران هذا أمر غير منطقي وغير موجود أصلا وبالتالي كل إدعاءات إيران هي غير صحيحة بعيدة عن الواقع تماما استخدام إيران لهذا السلاح حقيقة الطائرات المسيارات تنتحر على الأهداف والمدفعية الثقيلة بضرب هذه الأهداف هذا التحدي صارخ وتحدي كبير أمام الحكومة العراقية مع الأسف التي يعني موقف ضعيف موقف حقيقة لا يرقى إلى مستوى المسئولية الوطنية الحقيقية يعني على الجانب الإيراني أن يراعي على أقل تقدير سيادة العراقين بشكل عام هذا من جانب الجانب الآخر والمهم يعني حقيقة إذا استمرت إيران في هذه التهديدات يعني يقع على الشعوب التي يتم الاعتداء عليها واجب الدفاع عن النفس كما أشار ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي أي اعتداء على أقليم كردستان أو العراقين بشكل عام يتوجب الدفاع عن النفس كما أشارت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هذا من جانب ونتمنى أن لا نذهب إلى هذا الخيار على الحكومة العراقية أن تتخذ الإجراءات الحقيقية الصالمة